اشتركوا في القناة وهو اليوم الاول للاعتكاف الذي قررت اعتكافه الى ان يقضي الله بامره فقد ضغق صدري حقيقة واردت ان اوضح لكم جميعا ما عساه يكون محتبسا في صدري او واجبا ابداه وتوضيحه لكم انا انسان مصري عادي عمري 82 سنة عرف عني طوال حياتي انني لا اعادي قد اختلف مع رأيي ولكني لا اعادي صاحبه وان دستوري هو العفو والاسماح وان اي خلاف يحل في المحبة والحوار وعلى طوال عمري كل هذه السنين لم انصرف الا الى عمله وتاريخه فيه موزع ما بين اداء العمل القانوني قضاء كان او محاما وبين الفكر والثقافة والتاريخ والوطنية والتأليف سواء للمقالات او للكتب ولا اقولها من باب الافتخار وانما من باب اضاح نفسي ان عدد مؤلفاتي حتى الان مية وستة كتاب وان هناك ثلاث كتب تحت الطبع والذي يشغل نفسه بكل هذا المجهود الفكري والثقافي بالاضافة الى المقالات اليومية تقريبا التي اكتبها واعمال المحاما نهيك الان بواجبات نقابة المحامين وهي كثيرة جدا وهي بالطبع في مقدمة اولوياتي وكذلك اتحاد المحامين العرب من ينشغل بهذا كله لا يجد وقتا ولا نية ولا رغبة لا في مخاصمة ولا في عداء ولا الدخول في مشاكل وطوال ما فات من عمري قد يختلف البعض معي وهذا وارد ولكن اتمتع حتى وسط المخالفين بالاحترام والتقدير ولم اتلقى سبا وشتما في حياتي وارداني دائما هذه المحبة وهذا التقدير ارداني بألفان بلا غروف ولكن ما ان تبوأت موقعي نقيبا لمحامين مصر منذ تسعتاشر تلاتة الفين وعشرين حتى ان فتحت علي حمم من اناس قد يكونوا من المتمسحين في المحامة ولا يعملون حقيقة بها ومع ذلك فتحوا المواقع والصفحات واعتادوا السب والقصف والاهانة ولكن لم يحدث هذا معي الا اعتبارا من تسعتاشر تلاتة الفين وعشرين وكأنهم قد تلقوا الاشارة الخضراء التي توجب عليهم الاساء اليه تلقيت اساءات لا حصر له واستقبلت قذائف من السب والقذف والاهانة لا حصر له والكل يعرف ذلك وهو موجود على صفحات الانترنت والتواصل الاجتماعي ولم ارد هذا السباب بسباب مثله ولا هذا القذف بقذف مثله واحتملت ما يدار ويحاك ضدي بصبر وجلد واستعان بالله بل وقد صفحت عن بعض من اساءوا اليه وسبوا وشتموا في حقي لان الاب غالبا يسامح والكبير غالبا يسامح وانا منهجي في حياتي العفو والاسماع انا تقدمت بعد ان توليت ودرست ملفات نقابة المحامين تقدمت ببلاغات الى نيابة الاموال العامة ارجو ان يكون واضحا ان هذه البلاغات مخاصمة لفساد ومخاصمة لجرائم ومخاصمة لجنوحات ومخاصمة للاستلاء على مال نقابة المحامين وهو مال عام بحكم القانون دون مخاصمة لاشخاص بل ان كثيرا او معظم هذه البلاغات لم اذكر فيها اسماء اشخاص واكتفيت بان اضع امام النيابة الواقعة محل الابلاق وهي وشأنها بتحقيقاتها في من تصل الى ادانته من عدم في هذه الجرائم اذا انا لم يحركني لا لادة في خصومة ولا عداوة شخصية وحتى الان لازلت متبسكا بهذا المبدأ انا اختصمت وقائع فساد وقمت بواجبي في ابلاغ النيابة المسؤولة عنها والمعاونة اذا طلبت مني في تقديم الادلة التي قد اكون على ارمام بها في بداية مدتي قابلت السيد المستشار الجليل ايشان بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وقلت له كتابة في مذكرة موجزة وشفهات في اللقاء انه وانني قد لقيت في النقابة فسادا فسادا واسع الدائرة متجذر يستحيل علي بجهدي الشخص ان اصل الى منابعه التي يمكن ان تكون محركة لشبكة انا لا استطيع بمفردي ان اضع يدي عليها وان كل ما اطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات ان يفتش علينا علي انا شخصيا اي على نقابة المحامين وكافة النقابات الفرعية لضبط الايه العمل ومعرفة المخالفات ان كانت محض مخالفات وتصحيحها ان كانت تصحيح واردا او المحاسبة لما عساه لا يكون قابلا الا المحاسبة فقال لي بوضوح انهم حاولوا ذلك وانهم كانوا في كل مرة يقابلون بصد وموانع ذكر اسم الفاعل ولكني لا احب ان اذكره وانهم على كامل الاستعداد للعودة للقيام بدورهم الذي طلبته منهم فقلت له انا شخصيا ساضع نفسي رهنة اشارة ما تأمر به اللجنة التي اطلب من سيادتك تشكيلها بتفحص كافة اعمالنا الماضية والحاضرة والمستقبلة وقد كان واستجاب سيادته مشكورا وشكل لجنة برئاسة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات خصصت لها غرفة في مغنى لقابة المحامين ومددت هذه الغرفة بكافة ما طلب مننا من اجهزة تساعد اللجنة على القيام باعمالها بما فيها رقابة اعمالي انا شخصيا وكل ما طلبته اللجنة قدمناه اليها ولا نزال هذا ليس مخاصمة لاشخاص ولا معاداتا لاشخاص بل هو مخاصمة للفساد اذا ما سابت ومخاصمة لفساد اذا ما ظهر فسادي لان الجهاز لن يستسني احدا ويراجع كافة الاعمال بما فيها اعمالي وبعدها بثلاثة ايام التقيت لذات الغرض بالرئيس الجليل لهيئة الرقابة الادارية وقلت له كتابة وشفاهة ما قلته للسيد الاستاذ المستشار الجليل هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي هو المحاسبات للمحاسبات وطلبت اليه في حضور سلاسة من نوابه ان تتولى الرقابة الادارية رعاية النقابة وفرعياتها لمعرفة كيف تدار الامور ووضع ياد العدالة على بؤر الفساد لإيقاف هذا الفساد الذي نضح في الاعمال السابقة على ما اتولى وقد استجاب مشكورا ولم يكن هذا مخاصمة لاشخاص ولا عداوة لاشخاص وانما هي مخاصمة للفساد وسعي لإيقاف الفساد وتمهيدا لبسل كل المستطاع لفتح الطريق للإصلاح الذي هو بغياتي ولا يزال في الأساس إصلاح النقابة نعم الإصلاح المالي نعم الإصلاح الوظيف نعم إصلاح المهنة نعم رد المظالم أنا حينما أتصدى للمظالم التي وقعت على كثير من المحامين من أزيلوا ومن قطعوا عن مزاولة المهنة بقرارات باطلة وغير عادلة وأحيانا كثيرة ما تفتقد الموضوعية أنا في هذا الواجب لا أعادي مصدر القرار ولا حتى الداعي إليه ولا المحرد عليه وإنما أنا أدرس الحالة فإذا ظهر أمامي ظلم أرد هذا الظلم وأدفعه كيما يتاح لمن وقع عليه الظلم أن يستأنف حياته في مهنته التي يزاولها لا عدوة لا أعرف العدوة هو ليست دستوري وليست أخلاقي آخر ما يمكن أن أتهم به أن أعادي الأمن المصري هذا اتهام محال ولا يعقله عاقل أنا أسعى حياتي لطلب حمايتي من الأمن المصري فكيف أختلف معه ناهيك بأن أعاديه استحالة استحالة شاهدي على هذا ولسه أحتاجه إلى شواهد لأن كل ما نحتاج كبير في جميع أجهزة الشرطة المصرية في كلها على مدار سنين يعرف كيف أنني ملتزم بمشرعية مؤدب فيما أطلبه مهزب فيما أسعى إليه في حال التعاون دائم في إطار المشروعية وتحقيق العدالة مع كافة الأجهزة فيما عرض لي في طريقي في الحياة أو في المحاول هذا دي داني شاهد آخر أنني في 6 فبراير في عز أزمة 2011 وسط الهدير الصاغم والكل يعتبر المجرمين شهداء ويضن في إسباغ هذه الصفة على جنود وضباط الشرطة الذين يقتلون بمعرفة المجرمين والإرهابيين وأصحاب الطيف السياسي المعين سواء في مهاجمة المراكز أو الأقسام أو النقاط بتاعت الحراسة أو إلى آخر أو كابلات الكهرباء إلى آخر وقلت للسيدة مونة الشزلي وقد استضافتني على الهواء وكل الأسئلة التي تطرحها تدور في ذات الخط الشهداء الشهداء وهؤلاء الشهود الشهداء بتأسف نميعهم من المجرمين والإرهابيين فسألتها سؤالاً حتى أعيد التوازن القضية ما رأيك في الجندي البسيط أو الصف ضابط البسيط أو الضابط الذي قتل وهو يدفع العدوان على سلاحه أو على القسم الذي يعمل به أو المركز الشرطة الذي يعمل به أو النقطة التي يتولى حراسته هل هو شهيد أم غير شهيد ومع أن السؤال واضح ولا يمكن لأي حصيف إلا أن يجيب قوناً واحداً هو شهيد إنما عز عليها لأنها موجهة في اتجاه واحد أن تعترف بذلك أو أن تبديه وحدث حوار بيني وبينها عنية جميع المواقع مش بس ضباط وجنود الشرطة كل المصريين سجلوا هذا اللقاء وكل شوية ينزل على المواقع استشهاداً بهذا الحوار الشجاع اللي أنا أدرته لمصلحة الشرطة بوضوح كده في عز الأزمة بتاعة أحداث يناير 2011 الذي يبذل هذا دفاعاً عن الشرطة في وقت كانت الشرطة فيه تهاجم ولا أحتاج إليها وتحتاج هي للدفاع عنها لا يؤقل أن أعادي الشرطة الآن وأنا أحتاج إلى حمايتها آخر ما يمكن أن ينسب إلي معادات الشرطة أو معادات الأمن المصري يعرف هذا كل من تعامل معي وكل من يعرف عني قد أختلف مع شخص ولكني أختلف مع أداء أو أختلف مع اتجاه أو أختلف مع رأي ولكني لا وعادي ناهي كبير وعادي أمن مصر أنا مين عايش هنا أعادي أمن مصر هذه لا هي رغبتي ولا هو اتجاهي ولا أقدر عليه ولا أستطيعه أنيني الشخص أحيانا بالظلم الذي يقع عليه والتجني الذي يقع عليه ليس خلافا مع الأمن وإنما هي استغافة بالأمن أنا حينما شكوت بأمس التعدي الفضيع الواقع علي أمام مبنى الاتحاد اتحاد المحامين العرب الذي أنا رئيسه وممنع ممنوع من الدخول بمعرفة 3-4 بلطقية أفلين الباب بغنزير وإفت من برق من جوه ورفضين يفتحوا البواب رغم علمهم بأن رئيس الاتحاد كانت نتيجة هذا أنه إفت ساعتين ونص أمام باب الاتحاد الذي يرأسه الذي يرأسه وأنا ممنوع من دخول الاتحاد هل أنا ممنوع من الأنين هل أنا ممنوع من أن أستغيث بالأمن المصري هل أنا ممنوع من أن أستغيث بالسلطات المصرية علما بأن استغيثة مخرونة دايما بأدب وعبارات لا تجاوز الحد على الإطلاق لا أعداوة مع أحد نهيك بأن يقال أنني مختلف أو على خلاف مع اتحاد الموحامين العرب هذه كلمة الحقيقة أنه مجرد التلميح بها مش حكتها فأقول إنها يعني غير صحيحة أنا ما حقول يستحيل على من يطلقها أن يكون مصدقا لما يتقوله في حق نهيك بأن يقال أن هناك محاضر متبدلة بيني وبين اتحاد الموحامين العرب أنا أنا أدافع عن اتحاد الموحامين العرب وأدافع عن حقوق اتحاد الموحامين العرب ليس فقط باعتبار رئيس الاتحاد وإنما باعتبار نقيب مصر المسؤول وهي دولة المقر عن حماية المقر أنا في اتنين في إمتى يا فندم يا رجائي في أزن اتنين اتناشر سطرت خطابا وسلم إلى السيد السفير سامح شكري وزير الخارجية المصرية سلم إلى مكتبه يوم 13 2020 فقلت لسياته بالإشارة إلى اتفاقية المقر الموقعة بين الأمانة العامة لاتحاد الموحامين العرب ووزارة الخارجية المصرية باعتبارها نائبا عن الحكومة المصرية والموقعة منكم بتاريخ 3-6-2000 يعني 20 سنة أو شوية وإلى ما تضمنته تلك الاتفاقية من بنود تنص على أن يمارس اتحاد المحامين العرب أنشطته داخل جمهورية مصر العربية باعتباره منظمة دولية غير حكومية على أن تتعهد دولة المقر اللي لنا نقيب محمد بيموجب البند الثالث في الاتفاقية بيموجب البند الثالث على توفير الأمن والحماية اللازمين لمقر المناصر ثم أضفت حيث ما زال البعض للأسف ممن لا ينتسبون أصرا إلى الاتحاد أو من أعضاء المكتب الدام فيه أو أعضاء انتهت ولاياتهم ما زالوا يكررون التعدي على مقر الاتحاد والمسؤول عنه أيضا بصفتي رئيسه ونقيب المحامين لدولة المقر التعديات بالاستعانة ببلطجية هذا ليس خصومة ولا خلاف مع الاتحاد وإنما دفاع عن الاتحاد ببلطجية بأشخاص من خالج منظومة الاتحاد واستمر هذا الاعتداء الذي بلغ أحيانا حد احتلال المقر بترويع موظف الاتحاد والاستلاء على مكتب الأمين العام والأختام والمستندات والملفات وهو ما أقامت الأمانة العامة الشرعية بإبلاغ النيابة العامة عنه مش أنا وقمت من جانبي كنقيب لمحامي مصر دولة المقر ورئيس الاتحاد بوضع الأجهزة السيادية في الصورة بما يحدث يعني برضو أذا لا حررت محضر ولا دخلت في قصومة حتى مع المعتدين كل ما فعلته وذكرته للسيد السفير وزير الخارجية إن أنا وضعت الأجهزة السيادية في الصورة بما يحدث هذا واجبي الذي لا يجوز أن أتحلل منه ثم أضفت وحرصا مني كمصري في المقام الأول وكرئيس الاتحاد المحامين العرب ومسؤول عن مقره الموجود في مصر مسؤول عن توطيد أواصر التعاون المثمر والبناء لمصر مع كافة الدول العربية أعضاء الاتحاد وثقة مني في أنكم سوف تتخذون كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بحماية مقر الاتحاد من كافة صور الاعتداء عليه وعلى الأمين العام وموظفين لذا أرجو التفضل برضو بقوله هو بمخاطبة الجهات المعنية من أجل توفير الأمن والحماية اللازمة لمقر اتحاد المحامين العرب الذي يحتلوه بالقوة ويحجبون السلطة الشرعية عنه هل أنا ابتدعت حاجة من عندي؟ لا دي أنا اعتدية على أمين العام الاتحاد الأستاذ الكويتي ناصر الكريون وهو في مقر الاتحاد وهو الذي تقدم ببلاغات بدهاتها مش ضد الاتحاد ولا حتى ضد المحرض لأنه ما يعرفش محرض ضد المعتدين بلا شرعية على مقر الاتحاد بعد هذا الكلام وأصدر بيان وجهه إليه أيضا بيقول لي فيه سعادة النقيب رجاي عطية المحترم دي في 19-19 نقيب محامي جمهورية مصر العربية ورئيس اتحاد المحامين العرب أطرف ما حاجة يعني حدث هناك يعني يعني واحد بيشتغل في مكتب الأستاذ سامح عشور وما شفناهش في أي قضية وهو منظر مش حول أولاء أحفاد يعني بيقول عليها أننا نقيب شرف رئيس شرف الاتحاد فجاب الكلام ده منين أدي حضراتكم النظام الأساسي للاتحاد أو القانون الأساسي للاتحاد تنص مادته الرابعة على ما يلي أعراركم بالنص عشان اللي ما يعرفش يعرف والأساتذة اللي جابوهم أو جابو هذا الشخص على المنافذ الإعلامية مبارح يعرفه مش هاي حد يستضاف ويطلق له العنان ليتقيق ما يريده ودون أن يدعى على الأقل حد من النقابة المصرية مثلا بلاش أنا يعني لا يقول إيه بقى نص المادة الرابعة من قانون الأساسي للاتحاد يرأس الاتحاد نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية ستوم فصله قالت ته نقطة جابوا منين بقى كلمة شرف دي هو كان اللي بيشتغل عنده شرف لما عزل الرجل العظيم جدا المرحوم الأساس فاروق أبو عيسى الذي هو أفضل وأشهر من تولوا الأمانة العامة للاتحاد ومن عظام الرجال السودانيين ووزير الخارجية السودانية وصاحب التاريخ العريض هل كان سيادته الرئيس الشرفي لما سحب ثقة من أمين آخر شمعنا أنا بقى يا بقى اللي بقيت سر رئيس شرفي عيب عيب وعيب يسمع هذا الكلام ولما يجي حد يتدخل لعمل مداخلة يعني يقاطع كل شوية كلام ده طبعا اللي عمله عارف يعني طيب استجرب ايه تاني هو قال لي بقى الآتي بعد التحية هتقدم اليكم بتحية الحق والعروبة تحية السلم والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ارسل الى سعادتكم البيان الصادر من الامانة العامة لاتحاد المحامين العرب بتاريخ 19 نوفمبر 22 2020 بشأن بيان اتحاد المحامين ردا منها على البيان الصادر من نقيب المحامين الاردنيين متوجها فيه بالخطاب الى نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب وارفق بخطابه بيان صادر من اتحاد المحامين العرب مش مني في 19 نوفمبر انا بخلف الاتحاد انا على خلف مع الاتحاد ان الامانة العام من الاتحاد المحامين العرب ورد منها على البيان الصادر من نقيب المحامين الاردنيين وعلى فكرة لست على عداوة مع نقيب المحامين الاردنيين وانما انا اختلفه مع اجراءات مغرسة دون ان امس هو بكلمة تعودت الحياة على كده اختصم الاجراء ولا اختصم صاحبه متوجها فيه بالخطاب الى نقيب محامين ورئيس اتحاد المحامين العرب والذي لم يزد عن كونه استمرارا ده هو اللي بيقول بقى مش انا لمسلسل المهاطرات والافعال المشينة والتصرفات المرفوضة شكلا وموضوعا من قبل بعض منتسب اتحاد المحامين العرب ومن انتهت ولايتهم ممن اعمدهم مصالحهم الشخصية عن رؤية الواجب والحق الذي يفرضه ميثاق الاتحاد والعمل النقابي المعتبر الذي لا بد وان يتكئ على ثوابت مهنية رسينا وهو الامر الذي يؤكد معه الامين العام للاتحاد انه ماض في عمله من اجل المحافظة على مكانة الاتحاد وعدم المساس بينظامه الاساسي والداخلي انا قريت على حضراتكم جميعا نص الخطاب الذي سطرته وارسلته الى سعادة السفير سامح شكري وزير الخارجي المصرية وسلم الى مكتب يوم 13 هل انا استخدمت اي لفظ من الارفاظ التي ذكرها واستعملها الاستاذ ناصر الكريون امين عامل التحاد ثم قال في البيان واستعرب الامان العام عن رفضها كافة الدعوات الباطلة والشعارات الجوفاء والقرارات الهزيرة التي صدرت عن اجتماع مفتقد للشرعية ولا ترتقي بالتاريخ الاتحاد بدعوة وابدى الامين العام موقفه منها في حين واختر به نقيب محاميه الاردن لتعرب عن تأكيدها وترحيبها بنعقاد المكتب الدائم في دورته الثانية المقبلة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية والذي جاء بدعوة كريمة من النقيب رجاء عطية نقيب محاميه مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب واعتباره فرصة سانحة ومواتية لمناقشة اهم القضايا العربية وما سيتم وضعه على جدول الاعمال من قضايا ان رغبتم بالاضافة اعملوها اعاوزين تعملوا حاجة اي حاجة ضد ان رغبتم اعملوها بالاضافة الى اللي هو ضده يعني ضد الامين العام بالاضافة الى مناقشة كافة ما يتعلق بالاتحاد وشؤونه الداخلية وفق النظم واللوائح المعمول به وقد ذكرت لكم ان كافة البلاغات التي قدمت الى النيابة العامة في تلك الحقبة والفترة السابقة عليها انما كانت من الاستاذ امين عام الاتحاد ناصر الكريون الكويت الجنسية الى النيابة شكاية في المعتدين على المقر وانا اتحدى ان يخرج الى الوجود محضر واحد محضر واحد انا محرره ضد الاتحاد المحامين العرب او حتى ضد المعتدين انا بس يعني اه انبارح قلت انيني ما يقع علي وما وقق عليه اول امس في الاتحاد وكانت حياتي على مدى حياتي على مدى خمس ساعات معرضة للخطر بالناس اقتحموا المقر يوم سابت يوم اجازة وعلى الامن ان يعرف المحرض لان الناس دي ظهرت فجأة المجرد انا ما دخلت الاتحاد واحد فيهم بيكسل يقول لي انت ليه اخترت يوم اجازة ابني انت مالك انا رئيس الاتحاد اخش يوم عمل اخش يوم اجازة انا امارس صلاحياتي لا هو بدي نفسه حق انه يقعقب علي انت عاوز يحسيبني لدخلت ام تقارك ام هل يطرى امين عامل اتحاد اللي هما يعني بيقولوا ان احنا يعني سحبنا منه السقة طبعا كلها اجراءات خطيئة وسبق مني الحديث عن هذا ليس انتصارا لناصر الكريون ولا معاداتا للاستاذ مكاوي بن عيسى لا خالص نحن ننتصر للشرعية فقط ليه لانه اذا اقررتوا اللا شرعية اذا كانت النهاردة اتعملت على حد بيعجب العمل ماهوك بكرة تتعمل معاك او تتعمل معايا الذي يحكمنا جميعا قانون اساسي ننظم العمل في الاتحاد علينا ان نلتزم به هذا الالتزام هو الذي ينجى بنا عن الوقوف في الخطأ وينقى منه عن الفرقة والخلاف وناس في الاتحاد من الداخل طيب هل يترى انا بس اللي بقول كده يسبق قبل ان احتحدث بالحتة دي انه كان دعية الى اجتماع كونفرنس على البعد في المغرب بالتاريخ 31 عشرة 2020 والداعي لهذا المؤتمر على البعد الاستاذ الجليل نقيب الدار البيضاء في المغرب والاستاذ الجليل الاساس المكاوي بن عيسى النقيب السابق وامين عاموس لم يصلني اختار بهذا المؤتمر الا يوم 27 مساء يوم 27 عشرة ومع ذلك الاختار لما جاش عندي على الواتساب وانما راح هذا الاختار على الواتساب للأستاذ مجد ساخي وهو الذي اخترني به فانا لقيت انه ايه دعوة كده يعني مشوبة لانها لابده ان تكون من الامين العام مش من حد ولان ما اقول كده مش انا اللي بقول مش انا اللي بقول ده القانون الاساسي للاتحاد هو اللي بقول ادي حضراتكم مادة 12 كل حاجة انا ما اقولها بالقانون المادة 12 ان القانون الاساسي للاتحاد بتنص على انه ينعقد المكتب الدائم مرتين كل سنة على الاقل في دورة عادية في مقر الاتحاد او في احد الاقطار العربية بدعوات من الامين العام يبقى الممنوح حق وسلطة الدعوة لعقد المكتب الدائم والامين العام بمقتضى المادة 12 من النظام الاساسي ارجو ان يراجعني السلاسة الاساسي اللي تعرضوا لهذا الكلام في الاعلام مبارح دون ان اسكر اسماء وحق عليهم ان هما يرجعوا ان انا بقولوا واذا كان مش صحيح يقولوا مش صحيح يقولوا المادة 4 هل رئيس اتحاد المرحمين العرب شرفي وهل حد يملك غير رئيس اه من عامل اتحاد الدعوة الى المكتب المكتب الدائم واذا لا ادي مادة 12 واني مادة 4 دار الحوار الاول كتابة مع الاساس نقيب الجليل نقيب الدار البيضاء ثم الاساس الجليل المكاوي بن عيسى ثم شفاهات في اتصالات تلفونية وانتجت هذه الاتصالات التلفونية ان انا شرحت الفارق بين ابداء الحوار او يعني جريان الحوار وابداء الاراء وهذا وارد وممكن في المؤتمرات على البعد اللي هي بيسموها الكونفرنس او الزون قاعد كل واحد في مكانه عبر الشاشة يقوله ده يقول ماشي انما الترشح والتصويت والانتخاب بالتصويت والفرز واعلان نتيجة لا يكون الا باجراءات كتابية لناس ملتقية عيني عينك على القرب مش على البعد شرحت لهما هذا فابدايا اقتناعهما بما اقول ولم اطلب بينهم او منهما الغاء المؤتمر المزمع عقده يوم السابت واحد تتين عشر ولكني والحق يقال فوجئت بهما يتصلاني بي في المساء اتباعا واحد ورا الاخر ليختراني انهما قرارا الغاء الاجتماع وابلغ بهذا كافة الزملاء في المملكة المغربية من المحامل يبقى الاستاذ مكاوي بن عيسى وهو صديق وانا معتز بصدقته وراجل محترم اشهد له بانه رجل محترم حقيقة مش تجبيا هو على علم اذا بان اجراء التصويت بالطريقة اللي كانت هتحصل في المغرب غير صحيح وغباطل وهذا ما دعاه هو ونقيب الضار البيضاء الى الغاء المؤتمر على البعد الذي كان مزمعا عقله السبت واحدة عشر الدعوة التي تكررت منها الاستاذ شوف هذلك بقول الاستاذ مازنة مرشدات نقيب الاردن هي على ذات النمط ولكنها زادت على ذلك انها حتى لم تعنى مش باعلاني او اعلان مصر باعتبرها عضو في المكتب الدائم على الاقل يعني ولها عضوية وعليها ان تبشرها لا هو ما ولا حتى اختار تليفوني يعني مصر ما لهاش وجود ورئيس الاتحاد ما لهش وجود ونقيب مصر ما لهش وجود طب هل يترى السلطات تبقى راضية عن هذا وهل يترى المحامون يقبلون بهذا وهذه الاجراءات التي سوف تتم بناء على هذا او توسدا لهذا اجراءات صحيحة هم اعتبر ممثلين مصر الثلاث اربعة اللي هما تبعيات زيد من الناس واللي هو لم يعد قادرا ولا من سلطته لا ان يختار ممثلي مصر ولا ان يختار مقاعد مصر في الاتحاد المختص وصاحب السلطة الوحيد في ترشيح المصريين المحامين المصريين لمقاعد مصر في المكتب الدعم هو نقيب المحامين المصريين وانا لم ارشح احدا ممن يريدون فرضه علي لنعمل به لم ارشح احدا منه وهذا ليس اعتراض على شخص كل واحد فيهم بوضح سلامة او عدم سلامة الاجراء يعني قد ربما يعني لو اعطيته حقي وواجبي في ان اختار مقاعد مصر في الاتحاد ربما اخترتوا واحد او اتنين او تلاتة منهم انما لابد ان يتبع هذا طب بلاش ما اتبعش هذا الا يعلم باقي الاقتر العربية وانا منهم باللي عاوز ينزل بمرشحين ينزل ماه العملية مش استفتاء ده لازم ترشح لأكثر من واحد واجري التنافس في عملية انتخابية تدور بمعرفة لجنة يشكلها المجتمعون عن قرب مش عن بعد ويتم بعد التصويت جمع الايه يعني استمارات او بطاقات التصويت واجراء الفرز سوما اعلان النتيج ده خد عشرة وده خد تمانية بل اللي خد عشرة هو اللي فايز احنا برده احنا برده لم نختصم اشخاصا ولم اسئ في حياتي الى شخص عربش ده لساني لا يتلفز بساتا باي لفظ يسيء الى احد انا اختصم الاجراء ولا اختصم صاحبه ولا اعاديه كما ان مقاومتي للفساد والحساب عنه اذا لزم الامر ليست مخاصمة لفرد وانما هي مقاومة للفساد هاي هل برضو يا تارة ده رأيي رجالي عطيه واحده ولا ملاش رأيي كمان ناصر الكوريون واحده باعتبره يعني هو هيقوله ده ايه هو اللي سحرة منه الثقة وبيتكلم من مواقع المصلح اذا الكلام طبعا يعني هقول لكم بقى كيف انه جاءه التأييد من ذات محامين الاردن يعني ذات محامين الاردن اعترضوا على هذا الاجراء وامامي انا حقر لحضراتكم وهذه البيانات موجودة ايضا على موقع الانترنت وقد وضعتها على صفحتي الرسمية بالفيسبوك جاءني او وصلني الخطاب التالي من الاستاذ سميح خريس الامين العام المساعد الاتحاد المحامين العرب باعت باعت لي صورة منه وانوان فوق الامان العام للمحامين العرب الى النقيب مازن الرشيدات نقيب محامي الاردن بشأن الاجتماع الباطل هو الليل برد هو الليل قبلنا ما اقول وبيقول فيه عطوفة نقيب المحامين النظاميين الاساس مازن رشيدات المحترم تحية الحق والعروبة وبعد حيث استلمت رسالتكم الكريمة والمتضمنة دعوة لاجتماع زوم تحت عنوان مكتب دائم لاتحاد المحامين العرب لعدم انعقاده لسنة 2020 وبحث جدول الاعمال المذكور برسالتكم وبكل احترام وتقدير ابدي لكم التالي ده برضو الساميح الامين العام المساعد اولا بنهاية شهر شباط شباط فبراير الماضي سنة عشرين وتنفيذا لقرار المكتب الدائم الذي انعقد في الاردن وعطوفتكم اول من انقلب على نفسه وقراره واعتذرت عن الحضور ثانيا قبل توجيهك الدعوة او دعوتك وصلت كدعوة من الامين العام لحضور اجتماع المكتب الدائم الثاني لسنة 2020 زوم ولم تبدي عيشه هنا للدعوة التي وجهتها مصر وقام بها الامين العام لعقل المؤتمر المدعو بشام الشيط ولم تبدي استعدادك للحضور ثالثا ان قانون الاتحاد وعلى سبيل الاستثناء جزا كزا هو بيانه ذلك التالي واحد اجتماع القاهرة والذي كان وليد رغبة النقيب مصر السابق الاستاذ سامي عشور ده برضو الاستاذ ساميح الامين المساعد اللي بقول مش انا جاء وسيلة التفافية هذا تعبيره مش انا على قانون الاتحاد وانت شاركت به على اساس انه اجتماع لنقابة مصر وليس وليس للاتحاد ولكنك هناك بالقاهرة استجبت لرغبة ساميح عشور برضو انا بذكر هذا كلام الاستاذ الامين المساعد ساميح خريش اتنين انت تعلم ان الاستاذ ساميح عشور وعندما اختلف مع الامين العام الحالي وكما اختلف مع غيره من الامناء العامين للاتحاد اعتاد على طرح عادة الثقة من الامين العام اذا في سوابه يعني ما هوش رئيس شرف ثلاثة ان هذه العبثية العاشورية برضو انا بذكر مش انا اللي بقول الاستاذ ساميح خريش امين مساعد الاتحاد هو الذي يتوجب هذا فيه بيان او خطابه الصادر على مطبوعات الامان العامة للمحامين العرب هذه العبثية العاشورية لن تؤدي لن تؤدي الاتحاد لن تؤدي بالاتحاد الا الى الانقسام وبعثرته اربعة ان اجتماع القاهرة والذي تستند اليه بجدول الاعمال الحالي هو اجتماع باطل مطلانا مطلقا باصله ووصفه شكلا ومضمونا وفي الاخر قال له فانني ارباء بها وبك شخصيا ان تدخل وتلتحق بالعبثية العاشورية واتمنى عليك بشخصك وصفتك كنقيب ان تعدل عن هذه الدعوة وتستجيب للدعوة الصادرة عن الشرعية والمشروعية لننقذ الاتحاد ونحافظ على وحدة الاتحاد وهوية الاتحاد العربية القومية الوحدوية وفي الاخر ما ختم قال له ادبيات الاختلاف ان تقرأ رسالتي هذه اثناء الاجتماع لان يعني بولا اني موفيتش عليها ان تقرأها اثناء الاجتماع لانني سوف انشرها بالتواصل الاجتماعي والله تعالى من وراء القصد بصوا حضراتكم التانية عشان ما اغطلش بقدر امكاني محام والاردن مش رجاي عطيه محام والاردن على شفى الافلاس ونقيبهم ماز رشيدات بدل السعي او بدل ما يسعى لحل ازمتهم يشعل الخلاف في اتحاد المحامين العرب وده منشور في عالم المحامين خرج من موريتانيا من موريتانيا وهي عضو في الاتحاد الجمهورية الاسلامية الموريتانية جاء هذا البيان في واحد اتناشر 2020 وخطاب مرسل للنقيب الى النقيب ايوه ناصر الكريون الامين العام لاتحاد المحامين العرب مؤدل عنوان ده ان النقابة الموريتانية لم تعترف بالاجراءات التي بشرت الباطلة بطلقا التي بشرت وانه لا يزال ناصر الكريون امين عام الاتحاد يقوله بقى الموضوع استنكار واذانة اقتحام مقر الاتحاد المحامين العرب سيد الامين العام بعد التحية والتقدير اعبر لكم عن اسفي وانتعاضي عندما علمت باقتحام مقر الاتحاد من طرف بعض الامناء المساعدين واعضاء المكتب المنتهية ولايتهم واذ استنكر واشجب هذا النوع من التصرف المشين والبغيض الذي لا يليق بمن قام به لكونه يجسد تصرفا همجيا بعيدا كل البعد عن تصرفات المحامي خاصة انه بفعل وقباء واعضاء منتهية ولايتهم مستعملين القوة خلافا واعتداء على كل المواثيق والقوانين والاعراف التي تنظم اتحادنا كما انها تتنافى مع كل القوانين مع كل قوانين دولة المقر اللي احنا ونقابة المحامين المصريين واضاف ولذا لنقيب الموريتانيا لذلك فاني باسمي شخصيا وباسم الهيئة الوطنية للمحامين بموريتانيا اعلن لكم وقوفنا الى جانبكم لملاحقة كل الذين قاموا باقتحام المقر عنوة حتى ينالوا ما يستحقون من عقاب جزائي وتأديبي وفي الاخير اود نرجو ان ننتبه للعبارات القادمة ليقول علي انني على خلاف مع التحاد المحامين العرب وفي الاخير اود ان اعبر لكم عن اعتزازي وامتناني بموقف نقيب مصر ورئيس الاتحاد بوقوفه الى بوقوفه الى جانب الاتحاد مش مش ضد الاتحاد بوقوفه الى جانب الاتحاد لان نقابة مصر مصر قابة عريقة لها مجد تاريخي خاصة انها نقابة دورة المقر التي يجب عليها بحكم ذلك حماية المقر جابوا منين بقى اننا على خلاف مع اتحاد المحامين العرب منين الكلام ادي كمان خطاب آخر من النقيب شوريان مرزوء الشوريان رئيس مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية مرسل الي وهو ايضا على الانترنت وعلى موقعي في التواصل الاجتماعي صادر اتنين ديسمبر الفين وعشرين الى سعادة رئيس اتحاد المحامين العرب محدش قال اذا هي ابدا اننا نقيب شرف الا الاستاذ اللي بيشتغل عند الاستاذ معشور ايه دا لسعادة رئيس اتحاد المحامين العرب ونقيب محامي مصر الاستاذ رجاء يعطية المحترم استنكار جمعية المحامين الكويتية وشكبها لكافة صور الاعتداء على مقر اتحاد المحامين العرب وشكروها لكم اللي يعني على موقفكم موقفكم الثابتة في دعم الاتحاد الله اجب مش ضد الاتحاد ولا في خلاف مع الاتحاد عشان ما طولش بقدر الامكان يعني هقولي النهاية الوجمعية المحامين الكويتية ممثلة في رئيسها واعضاء مجلس ادارتها وجميع منتسبيها اذ تعرب عن دعمها الكامل للممثل الشرعي للاتحاد الاستاذ ناصر الكريوني باعتباره الامين العام المنتخب واصرارها على استكمال مسيرة العمل المعتبر من خلال الفترات الشرعية للاتحاد ووفق نظامه الاساسي لنكرر شكرها شكرها لكم ليه يعني على موقفكم المشرف في نصرة الاتحاد وليس الخلاف مع الاتحاد وحرصكم المعلن والصريح بتوفير الحماية الكافية له باعتباركم رئيس الاتحاد ونقيب محامي دولة المقر الامر الذي يؤكد وبحق انكم درع للدفاع عن مهنة المحاماة وما كانت منتسبيها وهو ما نتمنى لكم معه دوامة التوفيق والسداد في كل ما من شأنه ان يخدم مهنة المحاماة ويخدم مصالح المنتسبين عليها وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير جاءني اتصال تليفوني الاول قبل دي قبل دي جاءني ايضا من جمعية المحامين البحرينية في 13 2020 خطاب بعد تحية الحق وبروها الموضوع استنكار جمعية المحامين البحرينية وشكبها لكافة صور الاعتداء والاقتحام على مقر اتحاد المحامين العرب بالقاهرة فقاله بقى القصة وعلى العاملين فيه التعدد اللي حصل وفي محاولة النيل من نظامه الاساسي ودستوره وبالمخالفة للمبادئ والاعراف والانظمة والمواثيق الدولية بهدف زعزعة استقراره واستقراره والعدوان على ممثليه الشرعيين وتؤكد على دعمها الكامل للاتحاد وامينه العامل هو نصر الكريون ورئيسه الشرعيين اللي ونا والمنتخبين وفق النظام الاساسي للاتحاد مؤكدين على وقوفنا التام الى جانبكم وثباتنا على موقفنا الرافض لكافة الدعوات التي لا ترتقي الى مستوى الشرعية ورفض كافة ما صدر عنها من قرارات لا تعد عن كونها هي والعادة مسواء كونها تهدف الى زعزعة وحدة المحامين العرب واتحادهم العريق ثم اضاف وتأكد جمعية المحامين البحرينية ممثلة في رئيسها ومجلس إدارتها وجميع منتسبيها على وقوفها الكامل الى جانبكم في مواجهة هذا العبث الغير مسبوق كما تشكره جمعية المحامين البحرينية في الوقت ذاته قال لي بالكم بقى معالي نقيب محامي مصر رئيس التحاد المحامين العرب ما حدش قال الشرفي الأستاذ ركاية عطيه على موقف المشرف والثابت في التصدي لتلك التجاوزات وحرصه الكامل على دعم الاتحاد وتصرفاته ونصرته مش مضادة الاتحاد والاخلاف مع الاتحاد لا على دعم الاتحاد ونصرته معربة في الوقت نفسي عن أنها لن تتوانى عن القيام بدورها التاريخي في نصرة العمل العربي المشترك والذود عن شرف المهنة المحاماة وما كانت منتسبيها ومبادئ الاتحاد التي أنشئ من أجله تلقيت في 5 ديسمبر اتصالا تليفونيا ثم خطابا مكتوبا وبرضو أني نزلته نازل على موقع النقابة العامة المصرية ونازل على موقعي على شبكة الانترنت الحساب بتاعي طالع الجواب تحت عنوان الموضوع استنكار جمعية المحامين العمانية لعملية الاعتداء السافر على مقر اتحاد المحامين العرب تستنكر جمعية المحامين العمانية كافة مظاهر الاعتداء الغير مشروعة والغير مبررة على مقر اتحاد المحامين العرم بالقاهرة وإذ تعرب الجمعية عن استياءها الشديد لما وقع من أحداث تزعزع النظام الأساسي للاتحاد ودستورها فإنها تؤكد على أهمية احترام المبادئ والأعراف والنظم والمواثيق الدولية التي يقوم عليها اتحاد الموقر إن جمعية المحامين العمانية وأعضاء مجلس إدارتها وكافة منتسبيها يعربون عن دعمهم الكامل للممثل الشرعي للاتحاد ويؤكدون وقوفهم الكامل معكم ساعين بكل ما نستطيع لرأب الصدق ووائد الخلاف بين جميع أعضاء اتحاد المحامين العرب تحقيقاً لوحدة أماتنا العربية العظيمة ودفاعاً عن مبادئ الاتحاد وشرف مهنة المحاماة ومنتسبيها لست إذن على خلاف مع اتحاد المحامين العرب بل الكل يبدحني ويشكرني على ما أؤديه وأدعم به وأنصر به اتحاد المحامين العرب وكل هذا يصدر عن قباء المحامين العرب وليس صحيح أنني طلبت بأمس من الأمن المصري أن يقتحم الاتحاد هذه دعوة لا تصدر عني لا مطالبة للأمن ولا حتى لللي كانوا حوالي وفي البس المباشر الذي أجريته وأنا واقف أمام اتحاد المحامين العرب ممنوع من الدخول وأنا رئيسه كان حوالي عدد بدأ يتجمع من المحامين وكلهم عرضوا حاول حتى رغم إردتي أنهما يخسر القفل ويفتح ويدخلني فرفضت ذلك وقلت إما أن أدخل بالطريق المشروع ولكني لن أدخل بغير ولن أجال تصرفات البلطدة ولا التصرفات غير المشروع مهما كبدني هذا من جهة في اتصال من يعني ضابط جليل وكني له كل تقدير واحترام اتصال تليفوني بأمس ربما في المرة دي ما كانش يعني بحكوم بما يعني ينبغي أن يكون بيننا من ود قال لي يعني أنت أنا ليس في مكناتي ولا من حيانك أنت تقولي دخل ده وخرج ده فأنا أبتل في ساتك أنا عمر لا ترابت منك ولا من غيرك أن أدخل حد وخرج حد أن كل اللي ترابتم بارح أن أنا واقف أمام باب الاتحاد ساعتين ونص وممنوع من الدخول بفعل بلتجيها أستديني الباب وأنا رئيس الاتحاد بطلب أن أخش الاتحاد فقيل لي أنا ما أملكش أن أنا أخش الاتحاد قلت له أنا ما طلبتش من حد يخش الاتحاد أنا بطلب بس تمكيني من الدخول حد يستدعي حتى الولد أنتم منعين لي رئيس الاتحاد بالدخول ومع ذلك سيادتك من حقك الدخول إذا أنا طلبتك بصفتي لا مش من حقك تبقى فندم أنا راجل عجوز في القانون أنا عجوز في القانون حضرتك قانون الإجراءات الجنائية فيه نصوص صريحة استثنائية من كل أحوال دخول المنازل والمقار والمكاتب وأخذ أن الشرطة أو الأمن أو التبطية القضائية إذا دعيت من صاحب الصفة سواء كان رب أسرة مالك بيت رئيس عائلة رئيس مكتب رئيس مصلحة إذا دعيت الشرطة للدخول لعمل غير مشروع يجري فيها دخولها مشروع ومع ذلك أنا لم أطلب هذا أنا كل اللي طردت تمكيني من الدخول أنا طبعا عز علي الحقيقة يعني ما حدث لي بأمس وعز علي أن الحقائق طلوة وأصور على أنني معتدي وأنني يعني رئيس شرفي وأنني على خلاف مع الاتحاد وأنني كلها يعني مسائل مطلقة يعرف أنها غير صحيحة وعيب أنها تصدر في حقي يعني وعيب أن نحن نتعامل بهذا الأسلوب قديني بتكلم بأي اللي قديت وبتكلم أنا لم أستخدم أي لفظة أو أي اتهام في حق أحد لا يفوتني أن أشكر أصحاب مئات بل أكثر من المكالمات التليفونية والتعليقات التي أتتني من المحامين المصريين والعرب التي تواسيني وتشد من أذري وتشجعني وتستمسك بي وتطلب إليه أن أصمد لأن صمودي هو انتصار للحق على الباطل والاستقامة والإصلاح على الفساد وأتباعه وأنه إن تخليت عن موقعي واستجابت لما يراد فسوف أساعد المنقض المحرد وليس غيره لكي أبقى واضح والكل عارف الكل عارف من الذي يحرد ويدير كل هذه الأعمال ضدي في نقابة المحامين لأعرقلتي عن أداء واجبي وأيضا لتصويري على أنني عاجز عن القيام بأعباء النقابة تمهيدا لما يأمله من سحب السقة مني في مارس عشان يرجع تاني كل عارف وأيضا ما يجري في الاتحاد إحنا بندافع عن أنفسنا بس وبنختصم الإجراءات غير المشروعة التي تمارس وبكرر تاني أنني لست على خلاف مع الأمن المصري ولست على عداوة مع الأمن المصري بل أنا أطلق حماية الأمن المصري ولا يعقل في سني هذا وفي معرفة التي جنيتها على مدر السنين أن أتورد في معادات الأمن المصري الذي نعيش ونحيا في كنفه وهو الذي يحمينا من أي مخاطر قد نتعرض له وأكد ثقتي وأحترامي للأمن المصري وأرجو إذا تسعى وقت سيادة اللواء الجليل عدل جعفر رئيس جهاز الأمن الوطني لمقابلتي لأوضح له بعض الأمور فإنني أكون شاكرا له ولكل جهاز الأمن المصري الذي نظر إلي على الأقل بعين تعطيني الحق في أن يسمع ما أقولي شكراً لجميع وشكراً لمن هنؤوني وشكراً لمن سندوني وشكراً لمن سبتوا يقيني ولجافة المحامين وأستأذنكم في أني معتكف إلى أن يقضي الله أمره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته